إلى الموضوع التالي تشهد العديد من البلدات العربية في شتى أرجاء البلاد وبشكل شبه يومي أحداث عنف سواء كانت حوادث إطلاق نار أو شجارات وذلك على الرغم من حرمة شهر الصيام شهر رمضان المبارك من بين آخر هذه الأحداث كان قد وقع في مدينة كفر قاسم الليلة الماضية التي شهدت إصابة شاب في العشرينات من عمره جراء إطلاق نار وقع في المدينة كما شهدت مدينة رهض في النقب أجواء مشحونة هي الأخرى بعد حوادث إطلاق النار التي طال أحدها مقهى في المدينة للحديث عن هذا المشهد في شهر الصيام ينضم إلينا في الستوديو المحامي والمحلل الناشط السياسي شادي الصح أهلا ومرحبا بك أخ شادي أهلا بكم على كل حال سؤال أول قبل أن نبدأ بموضوعنا هذا عن العنف كيف تفسر ما يجري من أحداث عنف المجتمع العربي رغما أننا في شهر رمضان المبارك شهر الصبر والتسامح ويتوقع لأن يكون الوضع أفضل بكثير أولا نتوجه إلى العالمين العربي والإسلامي بأحر التبريكات بمناسبة الشهر الفضيل ونسأل الله تعالى أن يعيد هذا الشهر وقد عمل أمنة والسلام والطمأنينة ربوع بلادنا وربوع العالم أجمع شهر رمضان الكل يتساءل لماذا تحدث هذه الأحداث خاصة في شهر رمضان وأيضا شهدنا في وسائل الإعلام العبرية التخوف من شهر رمضان وما يحويه شهر رمضان هذا هو شهر التسامح والمحبة شهر الألف بين الناس بين العالم أجمع هذا الشهر الذي يبعث الرحمة وصلت الأرحام والمودة واختر ما شئت لك من الأسماء ولكن نلحظ وهذا حقيقة نحن نعيش هنا ونلاحظ ونسمع ونقابل أشخاص يتحدثون عن أمور كثيرة تحدث في هذا الشهر الفضيل العنف العنف في ازدياد أقول لك أمرا آخر أيضا غائب عن مجتمعنا وهو الطلاق الذي ينهش في لحم مجتمعنا الطلاق حالات بانتشار واسع جميع المحاكم الشرعية في البلاد تعج في حالات الطلاق القضاء شمأز من هذه الظواهر الكثيرة التي تحدث بين الأزواج وفي شهر رمضان شهر رمضان ترويع للآمنين أليس رب رمضان ورب شعبان ورجب وذو الحجة ورب واحد إله واحد نحن نصلي إلى إله واحد السبب ليس في هذا الشهر بالذات كنا نلاحظ أحداث عنه فكانت تحدث في الشهور التي مضت وتحدثنا هنا كثيرا ورأينا الصور التي تخشعر لها الأبدان الصور المضلقة أنت تتحدث عن الصور وأمامنا الآن سنشاهد فيديو هذا المقطع يوثق حالة من الرعب عاشتها عائلة خلال إطلاق نار في كفر قاسم الليلة الماضية ظاهرة أخرى شاهد وبعد ذلك أحكم يا إبنة يا إلهي يا طاخ طاخ يا جيلا كذلك لا للا دع لا يا إبنة ايعن الله يا إبنة lining الشاماس يا الله امه امه لا تملت تملت يلا 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 لا لا للا يا الله امه خلاص عندك وقفى روح اخادي امه 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 إذا المحامي شادي أصح كيف يمكن أن نشرح ما رأيناه هنا في الفيديو لأولادنا وبنتنا الصغار طبعا السؤال الذي يجب أن يطرح الآن الملايين تشاهد هذا الفيديو الآن في هذه اللحظات الملايين تشاهد هذا الفيديو الذي تقشعر له الأبدان ماذا سنقول هنا تأتي على الإنسان لحظات فلا يستطيع التحدث أو التعبير عن ما يدور في خلجات نفسه وصدره عما يراه هذا الفيديو جدا 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 صعب هذا ما يحدث في كل البلدان كفر قاسم في الطيبي في عرابي في المثلث في راهط كفية كفية تم إطلاق النار على مقهى هناك بعدة ذرائع وحجج هذا الأمر هذا أمر نبذه الإسلام نبذته جميع الشرائع السماوية لنفرض جدلا أنه قد أصيب طفل هذا الطفل الذي شاهدناه يصرخ الآن وسمعنا صوته كيف يأنه ويصرخ والأم التي تصرخ لنفرض أنه تم إطلاق الرصاص إلى ناحيتهم وصوبهم ماذا كان سيحدث؟ ماذا كان سيحدث؟ قتل مؤمن خطأ جاء في الآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا خطأا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه يعني شوف وين الخلود في نار جهنم والغضب من رب العالمين والصخت واللعنة شوف أكم عقاب أربع عقوبات نتيجة القتل الخطأ نتيجة هذا القتل الخطأ كيفما قتلت رزان عباس كيفما قتل حجرات محمد حجرات من عمار حجرات من بئر المكسور يعني شوف هذا الذي يمر علينا على مجتمعنا هو من أصعب الظروف التي تمر على المجتمعات قاطبة هذا الذي شاهدناه الآن لا يحدث في أي دولة في العالم إذن هذا التسجيل الفيديو الذي شاهدناه يمكن أن يغير شيئا ما أمناه فيديو مثل باقي الفيديوهات سينساه الناس كما نسوا وغيره شاهدنا أصعب من هذا الفيديو هنا في هذا الأستوديو شاهدنا وتحدثنا وحللنا عن فيديوهات أصعب من هذا الفيديو أليس مقتر رزان عباس من كفر كنة أصعب من هذا الفيديو الذي شاهدناه الآن أليس صرخة الأم الثاكلة أم من بئر المكسور الذي قتل ابنها ظلما وعدوانا وحاتف المشابة أيضا في الرملة كان وفي الرملة أليس هذا أصعب من هذا الفيديو هذا الفيديو نحمد الله تعالى أنه لم يصب أي إنسان فقط صمعنا صراخ ولكن هي دعوة دعوة إلى الناس دعوة إلى المجتمع الذي يأنه من جميع الجهات حيثما نظرنا إلى يعني الرادع المجتمعي غير موجود حاليا؟ ليس هناك رادع في رمضان هذه الأمور تحدث في رمضان وحدثت في شعبان وفي رجب تحدث في كل الأشهر ليس هناك رادع قلنا قبل قليل رب شعبان ورب رمضان رب رجب وذو الحجة رب واحد نعبده إذا لم يكن الرادع الديني الوازع الديني لم يكن موجود إذن نحن فقدنا البوصلة والرادع الديني غير موجود القانون ليس هناك وحدة سيف تم تفكيكها تم تعين ضابط جديد لوحدة سيف ولكن إن نظرنا إلى مجمل الأحداث التي حدثت نرى قلة قليلة من الجرائم التي تم فك لغز هذه الجريمة في الطيبة تم قبل أيام معدودات فك لغز جريمة حدثت ولكن في المجمل 20% فقط تستطيع الشرطة بنسبة قليلة ضئيلة فك رموز الجريمة وهذا الأمر يشجع المجرمين يشجع الإجرام يشجع عائلات الإجرام إلى السير والمضي قدما في الطريق في طريق الإجرام في طريق الخاوة في طريق الرشوة طيب السؤال الذي يطرح في كل مرة دور الكيادات المحلية من رؤساء سلطات محلية وجهاء وغيرهم بعد ذلك أسأل رسالك عن الشرطة يعني نربط الأمرين سوية لكل هناك دور لي أنا دور لك كإعلامي دور للتلفزيون للقناة يعني نعمل جاهدين هذه القناة مشكورة تعمل جاهدة إن حللنا وإن قلنا وإن رجعنا إلى الوراء لرأينا بأننا تحدثنا عن جميع الجرائم التي حدثت في المجتمع العربي وداعينا وداعينا ومن هنا وجهنا عدة رسائل إلى مجتمعنا العربي هذا المجتمع الذي يتألم ويتوجع أليس من يشاهد هذا الفيديو الآن الذي شاهدناه لن يتوجع هل لن يترك هذا الفيديو أثر عند معظم الناس سيترك أثر سيترك ولكن الأثر الذي سيتركه هو أثر للمدى القصير وليس للمدى البعيد سننسى بعد أيام قلال سننسى إلى أن نستفيق إلى حادث آخر الرادع ليس موجود أعود وأكرر ليس هناك رادع هناك دور للأئمة دور لمدراء المدارس دور للمعلمون في المدارس هناك أدوار ولكل دوره ولكل دوره في نبذ العنف ولكن يجب علينا كما قلت دائما أن نتحدث بجرأة والشجاعة بجرأة والشجاعة تحدثت عن جميع أنت تحدث عن الأهل يعني كمان مرة نركز على الأهل ودوره هناك دور الأهل أنا قلت أن أبدأ من نفسي أنا لا أبرئ نفسي أنا أقول أبدأ من نفسي من ثم ننطلق إلى البيئة الصغرى وهي الأهل وإلى المجتمع كل المجتمع إلى المجتمع من مساجد من مدارس من مراكز ثقافية من بلديات من سلطات محلية لكل دوره لكل دوره في هذا المجتمع في أن نقوم بالمساعدة من الخروج من هذا المأزق الذي وجدنا فيه كلنا المحامي شاد الصيح نتركك الآن مع رسالة تود أن تختتم به هذه المقابلة وأن تصل إلى كل بيت في مجتمعنا العربي ماذا تقول الأهالي؟ رسالة ربما قلتها قبل في الحلقة السابقة أو في حلقات سابقة قلتها رسالة هامة يجب على كل منا أن يتحل بالشجاعة بالجرأة وأن يقول كلمة الحق ما دمنا لنقول كلمة الحق ما دمنا لنقول لظالم في وجهه بأنك ظالم عندها سيستمر مجتمعنا في هذا الانزلاق الخطير طيب على كل حال شكرا لك المحامي والنشط السياسي شادي الصح شكرا شكرا لكم إذن عزائي المشاهدين الآن فاصل آخر فاصل آخر ثم نعود ونواصل ما تبقى من فقرات البرنامج الإخباري هذا اليوم المقدم لحضرتكم من سوديوهات كناة ألا اشتركوا في القناة